يعني الدكتور عبدالواحد النبوي كان بيضع عراقيل في العجل دي واحدة طيب ما هو معلش معلش يعني احنا لو عدل الصبح يمكن لكن ايه تفسيرك لده تفسيرك لده يعني في بعض الناس قالك انه الراجل ده كان خايف من الدكتور احمد مجاهد انه الدكتور احمد مجاهد رشح اكتر من مرة للوزارة انه الدكتور عبدالواحد النبوي له ميول اخوانية لا بص نحقول لحده لك حاجة هي في حاجتين رئيسيتين سيبك من رشح وخايف دي ما يعني مش دي مسألة بره الموضوع من وجهة نظري وزير الثقافة اخواني بس انا ما قدرش اقول كده ولكن ما ليه كل يعني معظم الناس اللي بتأيد حضرتك يا دكتور احمد بيقولك لا ده بيعمل كده عشان ميولوا اخوانية بس بس حقول لحضرتك حاجة حقول لحضرتك حاجة انا انا رجل بتاع جامع يعني يعني ما مفعش اقول حاجة الا بالأدلة والبرهين انه ما انا هحيلك على مقال للأستاذ حمد رسل كتبوا كده هل وزير الثقافة اخواني بعد لما جيب اسبوع وواجهوا وادقوا كده رد يا باشمهندس نحل رد يا رئيس الوزر وبيقول ان اللي ما نشره ده تقارير الامن الوطني بقول فيه القاتي ان الدكتور عبدالواحد اخته الفلانية مرات الاسم الفلاني اللي هو اخواني اخته الفلانية مرات الاسم الفلاني اللي هو اخواني وان هو لما ميشي من في الفترة اللي ميشي فيها دي من 2012 راح على قطر تاني يوم بعد وكام شعب يعني انا ما بقولش كلام انما هذا الكلام قيل ماذا صحيته ايه قيل انه ناس من اصرته اخوان بس هل هو اخوان يا الفندم لو انا برضو بتكلم بشكل منهجي وعلمي انا بقوله حضرتك هذا قيل انا هل ده تقريب طب هل المشكلة هل المشكلة بس هي مش المشكلة في ادائه بالزبط المشكلة في ادائه اسأل فيه يعني يمكن حضرتك ديت لنا مثال او مثالين عن اداء الدكتور عبدالواحد واحد وعندي مليون اه طيب هل حضرتك تقدمت الى الجهات المختصة بملاحظاتك بتقييمك لهذا الذي يحدث الجهات المختصة ديها مين يا صدقاء يعني انا هروح اشكيه مثلا للرئيس الوزراء لا بس انا يعني شخص عندي خبرة ادارية وواعي جدا الحقيقة وهادئ جدا وعندي كل الاوراق والمستندات اللي تثبت انه من اول لحظة دخل فيها الوزارة كان بيحاول انه هو يعطل مسيرة الهيئة المسرية العامة للكتاب وكان يغار من هذا النجاح خليني بقى اقولك ده اسبابه ايه بقى معرفش بس انا اعرف انه كان فيه حاجة مضايقة يعني بس معلين مش مني بالمناسبة احنا علاقتي كانت كويسة بي بس مشكلة ان انا كنت رئيس هيئات من 8 سنين قبله هو كان مكيل وزار يعني وهو كان متأثر جدا انه هو استاذه دكتور صبر عرب لما جابه وكيل وزارة دكتور صبر عرب جاء وزير الثقافة اربع مرات مفيش مرة منهم جابه رئيس المؤسسة يعني مفيش مرة بينه وثق في انه يجيبه رئيس درك كتب الوثائق ودي كان مصار شكوى لي للأبد